قرية من قرى مدرية حرض انتهكتها الميليشيات الحوثية كما تشاهدونها الآن هذا ما تبقى من المنازل المدنيين في مدرية حرض في محافظة حجة تفاصيل أكثر في داخل هذه القرية منازل بسيطة تهدمت ومشاريع حكومية دمرت هذا ما فعلته الميليشية عندما كانت تسيطر على المناطق الواقعة قبالة وادي شليلة في مدرية حرض بحجة الجيش اليمني بدعم التحالف يسيطر الآن على تلك المناطق وصل إليها دون أن يجد مواطنين بعد أن اجبرتهم الميليشيات على الانضمام إلى صفوفهم هذا طريق حجة حرض المواصل إلى حجة حرض وإن شاء الله تقدمت فيه قريب إن شاء الله إلى الأمام وهذا الملاحظ صعدة وهذا الأزفلت من عرف الملاحظ خط الملاحظ بهذا خط الملاحظ وهذا الأزفلت وهذا المزرق هذا خط المزرق يخرج الملاحظ صعدة منطقة أخرى على خط النار تساند قوات من التحالف الجيش اليمني في عمليات الاستطلاع والرمايات عبر الأسلحة المباشرة والغير مباشرة نحن نساند أخوانا اليمنيين في الأسلحة الثقيلة والمراقبة من المتارس واستطلاع الموقع زي ما تشايف أمامنا قناصين أمامنا خنادق التباب اللي أمام كلها قناصين حسين المراقبة المستمرة والعدو إن شاء الله أنهم مدحور العمليات العسكرية في حجة لا تهدأ بيد أن الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها الميليشيات قد تعرق الجزء من العمليات هاني صفيان العربية محافظة حجة